اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند نركز مع بعض في الكلام اللي جاي ده لان الكلام اللي جاي ده مش مجرد ارقام بنقولها او تواريخ الاتحاد الافريقي اعلن خريطة الموسم الافريقي القادم وانا الفكرة بالنسبالي هنا اللي عايز اشرحه لكل جماهيري النادي الاهلي مش الاجندة ولا الموعيد كل الامور دي امور تقلضية وبتحصل كل سنة لكن المهم والنقاط المهمة المحورية اللي عايزين نتكلم فيها الفرق ما بين قيد الاندية وقيد اللاعبين قيد الاندية ده موعد ثابت كل سنة بيتحدد من قبل الاتحاد الافريقي عشان كل اتحاد اهلي يبعد اسماء الاندية للمشاركة في المسابقات الافريقية قيد الاندية تحدد النوى يوم 306 في بعض الاتحادات عشان لسه الدورات بتاعتها ما خلصتش زي حتى الدور المصري بعتوا طلبة استثناء عشان لما تخلص الدوري تقدر تختار الاندية اللي هتمثلها في المسابقات الافريقية اللي جاي منها الدوري المغربي ومنها والاتحاد المغربي ومنها أيضا كمال الاتحاد الليبي لكرة القدر وأنا حتى كان فيها تواصل مع الاتحاد الليبي وأكدولي أن الاتحاد الافريقي لما تلقى خطاب من الاتحاد الليبي بطلب تأجيل مد القيد لـ 37 بدل 36 الاتحاد الافريقي وافري لكن الخطاب اللي اتبعت يوم 26 أول امبارح أول أمس لكل الاتحادات بيقول لهم نقطة مهمة جدا بنختنم بهذه الفرصة قدامكم على الشاشة هذا الخطاب سبكم من الموعد اللي تحت أهم حاجة البراجراف الفقرة اللي فوق نختنم هذه الفرصة لتسكركم بالموعد النهائي التنظيمي لتقديم طلبات المشاركة الخاصة بكم في 30 يونيو 2021 ونطلب منكم التفضل بتسجيل أندياتكم على السيستيم CMS وفقاً للواقع كلتاً المسابقتين دور الأبطال والكونفيدرالية ويرجأ إبلاغنا في حالة لديك أي تحديات من أجل احترام هذا الموعد النهائي بمعنى إن اتداء من تاريخ 26 اللي هو موعد إرسال الخطاب السيستيم CMS اتفتح لكل الاتحادات عشان تسجل الأندية اللي هتشارك في المسابقات الإفريقية وقال للاتحادات لو فيه تحديات بتواجهكوا بلغونا عشان ممكن نحللكوا هذه التحديات إيه هي التحديات؟ اللي هو اللي عملوا الاتحاد اللي بي والاتحاد المغربي طلب استثناء فتفتح المد القيد الأندية لـ 30 سبعة ليه؟ ليه دور المغربي لغاية مثلا الجدوة لغاية 8 سبعة محطوط لغاية الجولة 26 فلسه فيه أربعة مبارات في غالباً الدور المغربي مش هيخلص قبل 30 سبعة أنا هنا هطرح سؤال للاتحاد المصري لكرة القدم عشان نعرف بالضبط الوضع إيه خلال الفترة الجاية لأن الناس ممكن تقول لي ما أكيد الاتحاد المصري يطلب استثناء خلال الساعات اللي جاية هو الأمر متعلق بأمور ليه علاقة بالليحة؟ ليحة شروط المسابقات هل الاتحاد المصري طلب استثناء للأندية لغاية 37 ولا لا؟ لأن بالمناسبة بعد 37 صعب يكون فيه استثناء لأن خلاص القرح هتتعمل بعد دور التوكيو تحديداً في الإسبوع الثاني من شهر 8 وبالتالي اتحاد الكرة لازم يبعت استثناء طب لو ما بعدش استثناء المشكلة هنا هتبقى فين؟ المشكلة يا جماعة هتكون ليه علاقة بأمر مهم جداً هو الاتحاد الإفريقي طلبه في الخطاب اللي بعته في 35 قال لك الشروط اللي ممكن تبعتها لو الأندية عندك لسه الدوري محددش مين هيكون بطل الدوري أو بطل الكاس ممكن تعمل ايه؟ عشان هتعمل ايه؟ شروط مسابقة الدوري حددت ده وقالت مثلاً في المادة 21 في المشاركات الإفريقية للفرق المصرية ده الكلام ده لو الاتحاد المصري ما طلبش استثناء قال ايه؟ في حال التحديد الاتحاد الإفريقي موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز وقبل انتهاء مسابقة كأس مصر يتم إرسال أصحاب المراكز الأولى طبقاً لما يقولوا الاتحاد الإفريقي تمام؟ يعني خلاص الدوري خلص والكاس خلص وجيه موعد تحديد أرسال أسماء الأندية فهترسل الأسماء لكن في حال التحديد الاتحاد الإفريقي موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري مع عدم حسم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية الإفريقية هنا بقى يبقى فيه أزمة ايه يا الأزمة؟ هيتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد من الاتحاد الإفريقي يعني هتيجي يوم تلاتين ستة لو انت ما طلبتش استثناء هتيجي في تلاتين ستة تبعت الأسامي اللي موجودة في الجدول كما هي في الترتيب المحدد زي ما هو دلوقتي طيب وفي حالة تمام؟ يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد من الاتحاد الإفريقي وفي حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات التي خضها كل فريق في مسابقة الدوري وده فعلا موجود دلوقتي لقليل لعب 19 الزمالك لعب 26 في أن دائما لعبتش أكيد زي بعض يتم الاحتكام إلى مبدأ الجدارة الرياضية واعتماد الترتيب النهائي عن طريق المعدلة التالية عدد النقاط التي حصدها كل فريق مأسوما على عدد المباريات التي خضها كل فريق وفي حالة تساوي الفرق في النقاط بعد تطبيق مبدأ أو معادلة الجدارة الرياضية بيتم الاحتكام لبند الرابع من هذه الشروط في هذه اللايحة وفي بعض التفاصيل التانية يعني ما أنا صح السؤال اللي بوجهه لاتحاد القرى المصري عشان ما يبقاش فيه بلبلة والناس تكتهد وتبقى فيه مشاكل ما بين الأندية دلوقتي أنت لو ما بعدتش استثنى بسبب ما عاد 36 وقلت عايز أبعد على 37 معنا كده أنت هتتطبق هذا البند اللي موجود فيه شروط مسابقة الدور العام اللي مرسلة للأندية من بداية المسلم وبالتالي أنت هنا هتلجأ لمبدأ الجدارة الرياضية خاصة أن فيه فرق بالفعل مبارياتها مش متساوية مع فرق أخرى فهو السؤال هتطلب استثنى ونطلع بعيد عن البند ده ولا مش هتطلب استثنى ده نقطة مهمة جدا لأن أنا عارف الفترة الجاية يبقى فيه أسئلة كتير قوي والناس تبدأ تسأل كتير وممكن أندية تقولك ده ده معمولة عشان أندية تانية وفي أندية ممكن تقولك لا ده ده قصة تانية بالمناسبة النادي الأهلي برا المعادلة دي النادي الأهلي لما نقسم عدد النقاط بعدد المباريات هو ترتيبه الأول فكده كده إن شاء الله النادي الأهلي بدورة أبطال إفريقيا ربنا يكرمنا كمان نوصل فينا لونفوس بالعشرة كده كده إحنا إن شاء الله بدورة أبطال إفريقيا بإذن الله سواء كده أو كده فالآهلي برا المعادلة بس إحنا هنا بنتكلم عن صالح الأندية المصرية كلها وبنتكلم عن صالح المسابقة وصالح الكرة المصرية بشكل عام وبالتالي لو ما طلبتش استثنى أنت هتطبق البند ده طب لو هتطبق البند ده في 36 طب ليه؟ طب ما تطلب استثنى وكمل ل37 عشان تدي فرص للأندي يمكن 37 تكون الأمور اتضحت بالنسبة للدورة العام وتعمل زى السنة اللي فاته تبعت الأربعة الأوائل اتنين في دورة أبطال واتنين في كأس الكونفدرالية لكن عموما سيستم السي ام اس تفتح من مبارح من يوم 26 لغاية 36 اللي ما طلبش استثنى هم دول عشر تيام اللي هيفسل فيهم أسماء الأندية اللي طلب استثنى هيستنى لغاية 37 طب قيد اللاعبين قيد اللاعبين أمر تاني مختلف قيد اللاعبين لأنه لسه في دوريات ما خلصتش وعتخلص في نهاية 7 فقيد شهر 7 على 3 فترات منهم فترة لو قيدت لعب من 20 ل 37 مش هيلعم معك إلا من دور المجموعات في شهر 2 السنة القادمة فالاتحاد الإفريقي شاف أنه طالما في دوريات لسه مكملة فمد قيد اللاعب لغاية 15 تمانية ده بالنسبة للأندياء اللي هاتخلص أو الاتحادات اللي هاتخلص الدوري في 30 سبعة طب بالنسبة للدور المصري دور المصري حسب الموعيد المعلنة هيخلص لسه 28 تمانية هل قيد 15 تمانية هيكون مناسب للدور المصري أنا كنادي أهل لما أبعط القايمة بتاعتي للمسام الإفريقي القادم هتكون مناسبة لنبعط القايمة قبل 15 تمانية بالصفاقات الجديدة هنا الأمر مطرق للاتحاد الكورة هل هيكون مسموح للاتحاد الكورة يفتح القيد قبل نهاية المصابقة بشهر عشان الأندية تأيد لعبها لعبتها زي ما حصل السنة اللي فاتت معلوماتي اللي ده كان ظرف استثناء السنة الماضية حتى الآن معلوماتي ده كان ظرف استثناء السنة الماضية السنة دي مش هيتفتح القيد قبل موعد نهاية الدور بشهر حسب معلوماتي هل التحاد الكورة هيخطب الفيفا الفترة الجاية عشان ياخد حلول ويدم ساحل الأندية المصرية اللي هتشارك في إفريقيا تقدر تأيد وتفتح الصفقات والقوائم في أول تمانية ده برضو سؤال تاني بواجهة الاتحاد الكرة عشان نفهم التفاصيل في هذه الجزئية كمان الاتحاد الإفريقيا عشان ظروف الكورونا واللي حصل السنة دي ميكملين بيه السنة الجاية بمعنى القايمة 40 لعب زي ما احنا مش هتقل لا خلاص زي ما كان موجود السنة اللي فاته 40 لعب 33 في القايمة المبدئية و7 بتكملهم في القايمة التانية في شهر يناير كمان التعديل اللي تم في دورة 8 اللي كان بيقام خلال الشهرين اللي فاته دكة البودلاء ما كانت 7 هتبقى 9 ده مستمر للسنة الجاية من أول البطولة في شهر 9 الدكة هيكون فيها 9 وهتعمل 5 تغييرات في الفترة اللي جاية وقيد اللعيبة زي ما قالت لكم ممتد لغاية 15-8 يبقى إذن على دولات شرحت الفرق ببين قيد الأندية وقيد اللعيبة والاستثناء هنا دوره المحوري في فكرة إرسال أسماء الأندية هيبقى فصالح مين والليحة ممكن تتوظف إزاي وإزاي نقدر نحافظ على مصالح الجميع خلال الفترة اللي جاي ده كان جزء مهم جدا شرحته بخصوص الخطاب اللي اتبعت بتاريخ 20-6 وعرضنا على الشاشة اللي هو بيقول فتحنا السيستم والناس تسجل واللي عنده أي تحديات يبلغنا هو السؤال بقى للتحاد القرى عندك تحديات ولا لأ أو عندك تحديات وبلغت التحاد الأفريقي يريد تقل إن وسائل أعلام عشان الناس تبعى عرفة اللي بيحصل خلال الساعات الأخيرة زي ما احنا عرفنا من ليبيا ومن المغرب اللي بيحصل خلال الساعات الأخيرة طيب حاجة تانية متعلقة بقى بمباراة يوم السبت ما بين الأهل والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كل طبعا كان سعيد بالعدالة التحكمية اللي كانت موجودة في مباراة الزهاب اللي كانت يوم السبت الماضي بقيادة تحكمية للجنوب إفريقي فيكتور جوميز لو خدتوا بالكم بس الفترة الأخيرة اللي بيحصل في ملف التحكم هتلاقوا إن احنا راحين للأفضل بس واحدة واحدة في حكام ما كانوش بيتواجدوا في المباراة دي ولا بيسافروا بعض الدول نتيجة العدالة التحكمية ابتدوا يظهروا ابتدوا يتواجدوا فيكتور جوميز السنة دي راح لتونس وحكم للترجي مباراتين ثلاثة فالفترة الجاية فيه تعادلات بتحصل بس طبعا عشان تغير تغيير كامل محتاجة شوية وقت طيب من القطقم التحكمية أو طاقم التحكمية اللي هيكون فيه مباراة يوم السبت القادم طاقم تحكم كاميروني لمباراة الإياب بين الأهل والترق بقيادة الحكم الكاميروني أليوم نيانت ومساعد أول ألفس نيجوجو والمساعد الثاني كارين فومو والحكم الرابع من الجابون إيريك كاستان طبعا كلنا عارفين الحكم الجابوني إيريك كاستان الحكم المميزين جدا لكن هيكون هو الحكم الرابع للطاقم الكاميروني في هذه المباراة طاقم تقنية الفيديو الفار ردوان جيد حكم تقنية الفيديو مع اتنين أسست اتنين مساعدين في الفار لحسن أزاجو ومصطفى أكراكاد اللي اتنين دول أصلا كده كده مساعدين لردوان جيد حتى في المباراة لما بيحكموا كحكام ساحة في المباراة الإفريقية كمان في مراقب المباراة من أريتريا مراقب الحكام من الصومال علي محمد منصق المباراة من جنوب إفريقيا كابيلو والمنصق الأمني من ميجيريا إبراهيم موسى طيب اليوم نيانت مع الأهلي في المباراة الإفريقية نتائجه عاملة إزاي معنا هلو فقل خير ومشي إزاي في الفترة الأخيرة خاصة وانا بتكلم على المباراة اللي أدارها للأهلي داخل مصر في البطولات الإفريقية طيب اليوم نيانت أدار للأهلي في مصر أربع مباراة 2012 كلنا فاكرين طبعا المباراة الإيابي الشهيرة الأهلي وسانشاين وكان فيها أزمة ومشكلة نفاكر وقتها وكان ممكن نتأجل معادها سانشاين ما كانش عايز يلعب المطشو وموضوع كده حصل في وقتها كلكم أكيد تتذكروا في إياب نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا والأهلي فاز بهدف مقابل لاشي 2013 دور المجموعات الأهلي والزمالك أربعة اتنين كانت مباراة كبيرة جدا اللي اتلعبت في الجونة والأهلي فاز يوميها أربعة اتنين كان قال يومنيانت بيدير هذه المباراة مع الترجي 2015 الأهلي والترجي 2015 في الكونفيدرالية هذه المباراة أقيمت في ستادي السويس الأهلي فاز بسلاثة أداف مقابل لاشي و2016 الأهلي وزيسكو 2-2 في دور المجموعات لدوره الأبطال دار على مستوى المباراة يومي يونت للأهلي داخل مصر في المباراة الإفريقية ما بين الأهلي والترجي أنا لمن يونت أدار هذه المباراة مرتين في 2015 زي ما قلت المباراة التي يتلعبت في السويس الأهلي والترجي والأهلي فاز 3-0 و2017 المباراة اللي أقيمت في تونس وفوز الأهلي 2-1 كلنا نتذكر هذه المباراة هدف لمعلوم وهدف لأجيه وكانت لقاء الزهاف في برج العرب انتهى 2-2 وكانت فرص الأهلي في لقاء العودة صعبة جدا والتراجي كان متقدم بهدف من ركل الجزاء لكن قدر الشوت الثاني يفوز بهدفين مقابل هدف ويتأهل نصف النهائي اللي واجه فيه ساعتها النجم السحلي لما فوزنا ستة أهداف كنا طبعا في استاد برج العرب في العودة بعد كده وصلنا في فاينال مع الوداد وكنكم فاكرين طبعا المباراة النهائية اللي كان بيدرها وقتها بكاري جسامة إذن اليوم ليانت وش وفاق لخير على الأهلي في المباراة الافريقية وتحديدا في مواجهات الترجي آخر مباراة لأليوم ليانت مع الأهلي كانت مباراة سيمبا التنزاني في تنزانيا في هذه البطولة اللي انتهت بفوز سيمبا بهدف مقابل لاشي أشهر للأهلي أمام الترجي أليوم ليانت أربع بطاقات صفراء وحال الطرد واحتسب ضد الأهلي رقلت جزاء اللي كانت فيه 2017 طيب دي أرقام اليوم ليانت وطاقم التحكيم اللي هيدير مباراة يوم السبت القاضي آخر حاجة وناخد بنا بقى من الكلام اللي جاي ده لأننا عايز أوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي في حاجة كده اسمها لمن نحن برنامج التريند وسوشيال ميديا بس بقت في حاجة كده اسمها فانكوش السوشيال ميديا فاكرين اللي عمدة العظيم طبعا صلاح السعداني الفنان العظيم لما كان موجود في العالي الحلمية كان دايما ليه طريقة معاناة وهو بيحكي الحكايات يقولك قوم ايه قوم ايه مبارح فجأة كده حد على تويتر ويا جماعة مش شرط ان يكون صحفي إفريقي من غانا من كودفوار من الكاميرون الكلمة اللي هتتكتب هتبقى مصدقة زي ما انت عندك ناس في مصر ممكن تحرف وتكتب أخبار غير صحيحة ده بيحصل في كل حتة واحنا متابعين وعارفين ده ولينا أصدقاء في كل الدول الإفريقية وعارفين من ليه بيكتب الخبر الصادق من الخبر غير الصحيح لكن فجأة كده ايه بطريقة صلاح السعداني قوم ايه واحد فقر في تويتر يكتبها يقولك ايه فيه كشفين من منشاستر رونايتد بيستأذنوا من الكاف عشان يجي يرأبه أليو ديانج او لو عايز يرأب أليو ديانج او عايز يجي يشوف أليو ديانج في الملعب ايه علاقة الاتحاد الافريقي بل قاله هو اللي بينزب دي نقطة النقطة التانية هو عمل تويتر وكتب منشن لموقع إنجليزي شهير فالموقع الإنجليزي الشهير لما تعمل له منشن في تويتر قوم ايه خدها ونشرها قوم ايه بقى الاعلام في مصر يعمل ايه يقولك اه منشاستر رونايتد يطلب ضم أليو ديانج وفيه كشفين هيتابعوه شفتوا الفنكوش محدش لا عايز اتحرط دقة ولا حد عايز يدرس المعلومة نفسها اللي تقالت على فكرة لو في حاجة احنا هنقول يعني بالأمس زي مننا أمير هشام كان عنده المعلومة وقال على موضوع العرض الألماني ليه أليو ديانج؟ احنا في قناة الأهل لو عندنا معلومة مش هنخبع لكم احنا دايما بنحاول نقول لكم المعلومة الصحيحة عشان ما تنجروش لأي أخبار غير صحيحة موجودة على السوشيال ميديا فرسالة الجماهير الأهلي أنا عارف أنت معذورين وغزبا عنكم وانتوا خايفين على الأهلي جدا وبتخافوا على اللعبة قوي وعندنا ماتش مهمة مع التراجي وعايزين نفوس بالعشرة كل الحاجات دي أنا عارفها وعازر الجماهير بشكل كبير دورنا احنا كإعلام نقول لكم خدوا بالكم من الصح من الغلط بس أتمنى من جماهير الأهلي الفترة الجاية لا تنسك بسرعة نحو أي خبر بيكتبه سواء زميل مصري أو حتى زميل في أي دولة إفريقية أو أي دولة أجنبية لو صح في ألماني مش معناه أنه هو خواجة والبرنيتة هيكتب الخبر الصح لا مش شرط دايماً احنا معاكم وأي خبر صح هنقوله لكم تمام؟ نخرج إلى فصل وبعد الفصل لسه عندنا المزيد ولكن بعد الفصل موسيقى